مرحبا بكم في قناة تحفة يوب اخبار اليوم تركيا غضب جدا بعدما حدث في الجزائر اثناء زيارة مكرون وهكذا الرد بقوة والاخير يقوم بخطوة تغضب حتى الجزائريين بداية تركيا تخرج عن صمتها وترد على مكرون على اتر مقاله في الجزائر وحاول استغلال الوضع حيث عبرت وزارة الخارجية في تركيا عن اسفها شديد ازاء تصريحات وصفتها بغير المقبولة ادل بها الرئيس الفرنسي ايمانوال مكرون خيلل زيارته الى الجزائر عما اعتبره ودعه في تصريحاته من الجزائر قائلا ان هناك جهات مدعومة من تركيا وروسيا واردوا على العداء ضد فرنسا في افريقيا تصريحات مكرون اثرت غضب الجزائريين ايضا الذين غضبوا بشدة ووصفوا تصريحاته بالخبيطة لانه تعمد الاساء الى دولتين صديقتين للجزائر من الجزائر بالدات خاصة وانهما اقوى حلفاء الجزائر ولهم مصالح مشتركة معنا ليحاول مكرون بخبته عبر تلك التصريحات الاقاع بين الجزائر وتركيا وروسيا اين طلب جزائريون من مكرون الاعتدار وعدم استعمال الحيلة في بلادنا واكد بهذه الخارجة حسبهم انه يستويئ لمكرون خاصة وان فرنسا منزعج جدا من التقارب الجزائري مع تركيا وروسيا الذين لهم استثمارات وتبدول الزخمة معنا فقد قالت تركيا الاتي من غير المقبول ان يحول الرئيس الفرنسي مكرون الذي يواجه صعوبات في مواجهة ماله الاستعمار في افريقيا وخاصة في الجزائر التخلص من ماله الاستعمار باتهام دول اخرى مما في ذلك بلادنا وان تركيا التي تشجع الصداقة وليس الهدى وهي من بين شركاء الاستراتيجيين للاتحاد الافريقي تطور علاقتنا مع كل من الجزائر دول اخرى في القارة الافريقية يوما بعد يوم وإضافة أنه إذا اعتقدت فرنسا أن هناك ردود أفعال للضعاء في القارة الافريقية فعليها أن تبحث عن مصدر ردود الفعل هذه في ماضيها الاستعمار للقارة الافريقية ومحاولة تصحيحها أولا أما الادعاء بأن ردود الفعل هذه نتجة عن أنشطة دول أخرى بدلا من مواجهة وحل مشاكل متعلقة بماضيها فهو ليس إنكارا لظاهرة اجتماعية وتاريخية وحزبا بل واقع يعكس العقلية المشوهة لبعض السياسيين وختمت تركيا بالقول نأمل أن تصل فرنسا إلى مرحلة النضج لمواجهة ماضيها الاستعماري دون لوم الدول الأخرى بما في ذلك بلدنا في أسرع وقت ممكن فما رأيكم في ذلك؟ هذا وبخصوص العلاقات القوية بين الجزائر وتركيا ثم علاقتها مع روسيا أخبار اليوم جن جنون الشركة الفرنسية بسبب الشركات التركية والاتفاقية الجدية مع الجزائر ومحاولة عجلة من فرنسا لإنقاذ ما يمكن إنقاذه لكن هل ينجحون؟ أم أن الأمر محسوم مع التوجه الجديد للجزائر؟ بداية فرنسا في حالة استنفار كبرى نحو الجزائر بعد فقدانها السيطرة والهيمنة على كل مجالات لتجد الآن نفسها معزولة هي وشركتها التي تم إخلاق ومغادرة الجزائر الكثير منها بعد تفضيل الجزائر تعمل مع شركات محلية وأخرى من عدة دول أهمها تركيا التي هناك تحالف قوي بينها وبين الجزائر ويبدو أن فرنسا الآن فهمت أن نفذها يتبخر ومصالحها كذلك خاصة وأن أكثر ما يزعج فرنسا هو التقارب الجزائر التركي باتفاقيات وشاركات تاريخية بين البلدين يكون فيها الكل رابح وبمصالح مشتركة عكس فرنسا التي كانت تنهبها فقط وكمحاولة أخيرة وطريقة من فرنسا توجه الجزائر لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من مصالحها في الجزائر زار الجزائر وفد كبير من رجال الأعمال الفرنسيين من الميديف وهو أكبر تجمع لأرباب العمل والباترونات في فرنسا بالعاصمة الجزائر للقاء رجال أعمال جزائريا من تنظيمة مختلفة لمحاولة تشبت بما يمكن الآن بعد أن توجهت الجزائر العديد من الشركاء من مختلف الدول الصديقة وكان هناك حسب محلل انتجه الجزائر متعمل لفرنسا التحرك الطارئ من فرنسا أيضا جاء بعد توقيع الرئيس بونو أردوان خمسة عشر اتفاقية ومذكرة تفاهم بين البلدين لتمهيد الطريق لإبرام شركات تاريخية هذا وثم عاقد مجلس أعمال بين رجال أعمال البلدين حيث تحاول فرنسا التودر للجزائر للحفاظ على جزء من مكانتها وشركاتها ويتضمن برنامج زيارة فطور عمل مع الكنفيدرالية الجزائرية لأرباب العمل المواطنين ولقاء آخر مساء بالغرفة الجزائرية الفرنسية للتجارة والصناعة ثم عشاء عامل مع نقابة المجلس الوطني للتجديد الاقتصادي ليلتقي عددا من الوزراء في الحكومة في محاولة لسبق الأتراك على ذلك وزيارة وضحة حتى من الإعلام الفرنسي الذين أكدوا أن فرنسا في حل الاستنفار ويبدو أنها صدمت كثيرا من التحول لمفاجئة للجزائر بتحالفها القوي مع تركيا على حساب فرنسا كذلك مع توجه الجزائر لاختيار أفضل الاستثمارات عكس ما كان يحدث سابقا من تجاهل كل دول وتفضل فرنسا حتى لو كانت استثمارتها ضعفة ولا تفيد الجزائر بل إلى درجة حدود العكس بينها في فرنسا ممنهج وتواطئ كبير أما الآن فيقول محلل أن الأمور سغيرت ولم تعود الجزائر تفضل فرنسا والأولوية للحلفاء الذين يحصرمونها ويعملون بمصالح مشتركة أين تمنح السوق الجزائرية اليوم؟ فرصا دهبية للاستثمار أمام المتعامل للأجانب عشية مناقشة قانون جديد يمنح عدة امتيازات جبائية وتسهيلات في الأجل وتخفيف الأعباء ومجابهة البيروقراطية عبر الرد على ملف المستثمر في أجل أقصى شعر وإدعى لو تأق دفعة واحدة للشباك الوحيد دون الركل بين الإدارات والهيئات بحثا عن الرخص والتصارح والتي كانت أحد أسباب النفور المتعامل للأجانب من السوق الجزائر في الماضي ويأتي ذلك أيضا في سباق دول يتم بالاستحوار الجزائر على أوراق هامل الضغط في مفاوضتها مع المستثمر للأجانب أهم هلاز فدل الاستثمار الأزمة الخاصة أيضا بغاز الروس وارتفاع أسعار هذا الموارد التقاوي حيث سيتسنى للجزائر اليوم العودة بقوة إلى فرد منطقة المصلحة في علاقتها مع شركائها الاقتصاديين عبر إلزامهم بالاستثمار الجدي ونقل الخبرة والتكنولوجيا وخلق فرص العمل وجلب رؤوس أموال هذا وسنتظر الجزائر العديد من الموفود من مختلف الدول وطبع لمنافسة تحسد بينهم وستخسر الجزائر الأفضل منهم والأفضل لمصلحتها بعيدا عن التباعية العمياء التي كانت من قبل فرنسا فما رأيكم في ذلك؟ هذا ومجهة أخرى أخبار اليوم خطوة رائعة جدا من الجزائر وتركيا تلجأ للجزائر لتخلص من الغاز الروسي فهل ستعودها الجزائر وماذا حدث بالتفصيل والعلاقات في القيمة؟ بداية تركيا هي الأخرى دخلت الخطة لمحاولة إقناع الجزائر شراء كميات إضافية من الغاز الجزائري فالمنافسة تشترد خاصة في الوقت الحالي مع كون الجزائر بدأت فقط مؤخرا بزيادة الإنتاج ولمضاعفته بكتفة يتطلب المزيد من الوقت هذه الدول تتسارع على غاز الجزائر لأنها أيضا تسرد سريعا التخلص من الغاز الروسي تدريجيا رغم صعوبة هذا الأمر خاصة على المدى القريب نظرا لكون الروسية تنتج كميات هائلة وهي الأعلى هذا ومع دخول تركيا الخط هناك تفاؤل في الصحافة التركية أن تقبل الجزائر أي طلبات مستقبلية وحالية لشراء الغاز بالنظر للعلاقات القوية والمتينة التي تجمع البلدين فهناك تقارب تركي جزائر رفع المستوى وأردغان حسب الصحف التركية يتولى شخصيا ملف تقرب من الجزائر ومغازلتها بالإستمراز ضخمة وزيادة تبدل تجاري معها مع العلم أن أردغان حضر بنفسه مرسم توقع بين الجزائر وتركيا عقد الغاز بخم سنوات إذ أن الجزائر تزود تركيا بكميات ضخمة من الغاز قدرت بعد الزيادات 5.4 مليار متر مكعب سنويا والآن مرشح للارتفاع في ذلك توجه تركي نحو الجزائر وسيمكن الاتفاق من تعزيز العلاقة ستونائية في مجال طاقة بين البلدين مع العلم أن شركة صناتراك الجزائرية للمحروقات كانت وقعت مع شركة تركيا عقدا ضخما شرع من خلاله في تنفيذ مشروع بيترو كيميوية بولاية أدنى جنوب تركيا وبموجب ذلك الاتفاق بينهما تصدر صناتراك 450 ألف طن من غاز البروبان إلى المرسل إذا عجبك الفيديو اشترك في قناة تحفتيوب ولا تنسى الإعجاب والتعليق ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر